شركة واوي بقالها فترة شغالة على فكرة سوبر ديفايس أو الجهاز الخارج ومفهوم الجهاز الخارج مفهوم بسيط جدا واوي بتقولك انه ده جهاز منفصل وده جهاز منفصل وده جهاز منفصل بس لو قدرنا نجمع بين التلات اجهزة علشان يتعاونه فالتعاون ده هينتج عنه جهاز خارج لانه هيديك امكانيات اكتر وهيديك حلول ومزايا هتخلي استخدامك اسهل واسلس وهتنجز بشكل اكبر فتعاليه مع بعض ان شوف التعاون بين اجهزة هواوي المختلفة والجديدة هيكون شكل عامل ازاي وفي البداية لينا اعرفكم بالاجهزة الموجودة معنا واول جهاز معنا هو التاب الـyd音 اما الجهاز التاني فهو شاشة شاشة من هواوي الشاشة اسمها هواوي مت فيو اما الجهاز الثالث هو لابتوب اللابتوب اللي موجود معنا هو هواوي ميدبوك دي فيفتين وفي البداية لينا اكلمكم عن راعي فيديو النهاردة هو راعي دائم معنا على القناة وهو بالتأكيد موقع LuckyEgypt.com موقع LuckyEgypt.com أعلى موقع بيديك كاش باك في مصر بيوصل لعشرين في المئة على كل المواقع اللي هتحب تشتري منها أونلاين زي سوق جوميا أميركن إيجيل اتش عن دي ام وامازون وغيرهم كتير وكمان دلوقت فيه مسابقة لما تشتري من خلال LuckyEgypt.com ممكن تكسب بلاي ستيشن فايف وهيتم الإعلان عن الفائز خار الشهر على صفحتهم على انستجرام مش بس كده موقع LuckyEgypt.com بيديك 50 جنيه دي التسجيل تقدر تستفيد بها بعد أول عملية شراء أونلاين وطريقة استخدام الموقع سهلة جدا اختر الموقع اللي انت حابب تشتري منه وريح اشتري منه بالطريقة اللي انت متعود عليها ارجع لموقع LuckyEgypt هتلاقي الكاش باك بينزلك في حسابك في خلال 17 يوم ويديو اعتبر أسرع موقع في مصر ويرجع لك الكاش باك كمان تقدر تستفيد بعروض الكاش باك الأونلاين من خلال اختر الطريقة اللي اتنسبك سواء الموقع او الاب وخلونا نبدأ ونشوف التعاون بين التلاتة أجهزة عامل ازاي وعلشان نسهل الاسماء لانه هتوكتر مني لانه كله فيه هواوي كله فيه ميت فهنسمي ده باد وهنسمي ده فيو وهنسمي ده بوك وخلونا هنبدأ مع البيد دلوقتي كل المطلوب مننا ان احنا هننزل شريط الاشعارات بالطريقة دي وهنلاقي كلمة مكتوب عليها هيعمل سيرش دلوقتي وهيطلع لي كل الأجهزة المتاحة هنا زهر لي الميت فيو هنضغط على الميت فيو هنا في لحظات بسيطة شاشة التاب اتنقلت لشاشة هواوي بكل بساطة وبكل سهولة هنا هتقدر تتحكم في كل حاجة سواء من التاب نفسه او من الشاشة نفسها لو جينا كده هنا الموس ههوت اقدر ان انا اتحكم في كل حاجة من الموس وده هاخدنا لنقطة تانية انه الشاشة هنا فيها كزا نقطة كويسة جدا النقطة الاولى ان الشاشة نفسها بتدعم ان انت توصل عليها موس والموس ده عن طريق البلوتوث ونفس الموضوع كيبورد عن طريق البلوتوث او ممكن كيبورد وايرد زي اللي موجود معايا فايا كانت تقدر توصل موس وكيبورد على الشاشة نفسها الشاشة نفسها بتدعم ده حاجة تانية ان الشاشة هنا نفسها بتدعم واي فاي ومن خلال الواي فاي ته تم الاتصال بين الشاشة وبين البادل اللي موجود هنا اما الحاجة التالتة فهي ان الشاشة هنا الحركة فيها ثالثة وتديك مدى كبير جدا للحركة اللي انت عايزها حتى لو حبيت تعملها اشان لو انت من الاشخاص اللي بتقف او حاجة كل ده متاح لو جينا نرفع كده كمان الشاشة هنا موجود فيها سماعات والسماعات دي صوتها مميز جدا حاجة كمان ان الشاشة هنا من تحت فيها شريط لمس شريط اللمس ده هنجيله قدام شوية بس انت بتقدر تتحكم فيه في كل حاجة بما فيها طريقة العرض او السورس اللي انت عايز الشاشة تعرض منه طيب انت دلوقتي هكيد هيجي في بالك سؤال طيب انا كعميل استفدت ايه لما هعكس الشاشة بتاعتي على الشاشة الكبيرة خلينا اقول لك مبدئيا ان الشاشة الكبيرة ديت موجهة للشركات فبالتالي انت لو قاعد في اي شركة ومعاك عميل وقدامك التاب بتاعك هتقدر تعكس الشاشة هنا والعميل بتاعك هيبدأ يشوف الشاشة وبالتالي هتيجي قدام العميل وبعدين هتعرض مثلا صورة زي دي وهتبدأ تعلم على اماكن معينة وتشرح للعميل زي ما انت عايز او حتى ممكن تيجي في صفحة تانية وتبدأ تكتب للعميل او تشرح له اي حاجة انت عايزها او ممكن تستخدم الموضوع ده في الترفيه مسلا تيجي هنا تيجي مسلا على تطبيق بتاع فيديو بتاع هواوي تقدر تشوف الفيديوهات بتاعتك على الشاشة اكبر بالطريقة دي كمان عجبنا حاجة التاب هنا شغال من نظام هارمني او اس الجليد بتاع شركة هواوي هارمني او اس في ميزة وهو ان انت المجلدات نفسها متاحة ان هي تتعرض بشكله اكبر يعني لو جينا نوسع المجلد ده فالفولدرات بيكون شكلها قلطف بكتير على الشاشات الاكبر بالطريقة دي طيب تعالوا بقى نشوف التعاون بين اللابتوب وبين الشاشة الكابل ده بيجي مع الشاشة الكابل طيب سي هموصل طيب سي من الشاشة للابتوب طيب انا اكتشفت حاجة دلوقتي انه علشان النسخة اللي معايا من الدي ففتين بتيجي بمعالج كور رايس ري فهنا لازم مع الطيب سي يكون فيه كابل تاني اتش دي ام اي طو اتش دي ام اي لكن لو انت جيبت نفس اللابتوب الدي ففتين بس بنسخة البروسيسور الاي فايف وقتها هتحتاج الطيب سي بس فهنا هنحتاج كابل اضافي وهو اتش دي ام اي هنا اول ميزة هتستفاد منها بعد التوصيل ان انت هتقدر تستخدم الماوس والكيبورد الخاصين بالشاشة على اللابتوب او على الشاشة نفسها بتقدر تتحكم في كل حاجة من خلال الماوس والكيبورد بتوع الشاشة نفسها وطبعا عندك برده النفس الاختيارات يعني انت بتيجي تشتغل هنا وتقدر تكمل هنا يعني اقدر ايجي هنا ده الفايل اقدر اسحره ايجي كده يبقى ده هنا وايجي هنا مسلا افتح متصفح بشكل مختلف بيكون عندي بقتين مختلفين للعمل شغل هنا مسامي فيديو بكون شغال هنا او بدون حاجات هنا كل ده موجود شوفنا كل ده قبل كده فايه الجديد او المميز هنا الجديد ان انا اقدر ايجي هنا على التاب وارجع وصله تاني بشاشتي انا هنا بتحكم في التاب بتاعي من خلال الماوس تمام والكيبورد الخاصين بالشاشة هاجي بلمسة بصبعين على الشاشة من تحتها على الشريط بتاع التحكم وهغير السورس هجيبه او طيب سي على حسب انت موصل عن طريق ايه وقتها هينقل تاني للكمبيوتر فوقتها برجع استغل برضو الماوس بتاعي هنا واقدر استغل الكيبورد فبلمسة واحدة بقدر اتنقل بين الجهازين المتوصلين على الشاشة بتاعت هواوي طيب نيجي لسؤال تاني هل انت مضطر تستخدم تلات اجهزة عشان تاخد فكرة السوبر ادفايس بتاعت هواوي الاجابة لا انا ممكن استخدم التاب مع اللابتوب ودلوقتي كل اللي انا محتاجه عشان نوصل اللابتوب بالتابلت ان انا باجي هنا في شريط الاشعارات بتاع اللابتوب بضغط على علامة التابلت هيبدأ يسيرش دلوقتي طلع لي التاب بتاعي وكده الاتصال تم بكل سرعة وسلاسة طيب هنا على شاشة اللابتوب تلاقي بقالي التلات اختيارات لشكل التعاون اللي انا عايزه يتم بين التاب واللابتوب اول اختيار فيهم هو ميرور وده هيخلي الاتنين مرايا البعض كده شفنا ان شاشة اللابتوب بقت موجودة بالكامل على التاب اي حاجة هعملها هنا هتكون موجودة هنا ايه الاستفادة من كده نفس الاستفادة اللي كنا تكلمنا عنها في الاول ان انت لو معاك عميل او طالب او اي حد عايز يستشرح له حاجة هيكون هو معاك شاشة اللاب مسلا وانت معاك شاشة التاب طيب ايه الاستفادة اللي انت هتاخدها من شاشة التاب كحد هيشرح حاجة للشخص هيكون معا اللابتوب دي الاجابة هنا هتقدر تتحكم في اللابتوب من خلال الالم وتقدر تتحكم في كل حاجة وكل حاجة دي شاملة اللمس التحريك الكتابة اي حاجة تقدر تعملها معان طريق القلم فدي امكانية عظيمة جدا في رأيي انها من افضل الحاجات اللي شفتها في التعاون بين اجهزة هواوي لحد دلوقتي ده غير انك تقدر تعمل كل ده برضو عن طريق اللمس طيب الشكل التاني للتعاون بين الجهازين هو الشكل التكميلي اللي كنا برضو تكلمنا عنه من شوية دلوقتي بقت الشاشة هنا مختلفة عن الشاشة هنا يعني اقدر اسحب ده بكل بساطة هو دي للشاشة التانية فهتستخدم نفس الفكرة اللي كنا لان ما بنتكلم عنها من شوية وهو ان انت تقدر تعرض على الشاشة هنا حاجة وعلى الشاشة هنا حاجة لو عايزت حاجة بتدعم اللمس تقدر انك انت تكتب او ترسم او تعمل اي حاجة بتدعم اللمس علي الشاشة هنا تقدر تخليها مثلا للمونتاج او لأي شي انت حبه ه حتى ممكن تمنتج على الشاشة دي وتستخدم اللمس في المونتاج واعتقد انه دي حاجة هكل مثيرة جدا لل happiness اما بقى الشكل الثالث للتعاون بين الجهازين دول فهو حاجة مثيرة جدا تعاون بين الشاشتين ودي حاجة غريبة قوي يعني يعني ايه تعاون يعني تقدر تاخد صورة من اللابتوب دلوقتي يتودعها هنا ازاي الكلام ده خلينا نجرب كده دلوقتي هناخد الصورة من هنا هنيجي هنا هنضرب بس الصورة احنا هنرمي الصورة الصورة اللي انا خدتها من هنا اللي هي دي بقت موجودة هنا تقدر بقى يعني تشد اي فايل من هنا ترميه هنا من هنا ترميه هنا تعمل كل اللي انت عايزه مش بس كده مثلا انت لو فتح هنا باوربوينت تقدر تاخد صورة من هنا ترميه في الباوربوينت على طول والعكس صحيح تاخد فيديوز تاخد اي نوع من انواع الفايلز فيه تعاون كامل بين النظامين كاننهم نظام واحد ودي حاجة فريدة جدا بالنسبالي وكمان بتقدر تستخدم الباد والكيبورد الخاصين باللابتوب بتاعك على نظام هارموني او اس اي موبايل من هواوي الموبايل ده بيدعم NFC ومعظم موبايلات هواوي اصلا بتدعم ال NFC وقتها كل اللي انت محتاجه علشان تاخد برضو فكرة سوبر دفايس من هواوي حاجة بسيطة جدا اللمس دلوقتي بلمسة بسيطة جدا خليت الموبايل يلمس مكان ال NFC اللي موجود في اللابتوب فشاشة الموبايل بالكامل بقت موجودة على اللابتوب وقدر اتحكم في الموبايل بتاعي من خلال الباد بتاعت اللابتوب او الكيبورد او زي ما انا عايز حتى اقدر مسلا افتح الكاميرا بالطريقة دي وقدر اخد صورة من اللابتوب نفسه ودلوقتي هنعمل نفس الحركة هنلمس مكان ال NFC اللي موجود في الشاشة هنا من خلال الموبايل دلوقتي نفس الموضوع حصل الشاشة بالكامل بقت موجودة اجي هنا مسلا اقدر اعمل ادخل وضع مثلا هنلاقي شاشة الموبايل بالكامل موجودة هنا افتح الكاميرا مثلا نفس الكلام هنا بقى بالنسبة للتاب الكيبورد نفسه اللي بتباع بشكل منفاصل موجود برضو في مكان NFC فهنا بمجرد اللامسة على مكان ال NFC اللي موجود في التاب هنعمل كونكت هنا ظهر لنا برضو الموبايل وبرضو تحكم كامل في الموبايل بتاعي اقدر افتح الكاميرا اخد صور ارجع اعمل كل اللي انا عايزه بتحكم في الموبايل بالكامل بدون اي مشاكل وبس بكده اكلت لكم كل حاجة بشكل مفاصل عن فكرة السوبردفايس من هواوي فدلوقتي جيه دورك انت انزل تحت في تعليقات اكتب لي ايه اكتر حاجة كانت مثيرة بالنسبة لك في فكرة السوبردفايس يعني لو معايك الاجهزة دي او لو انت عايزت تختار ميزة معانة شايف ان هي مثيرة جدا بالنسبة لك وعايزت استخدمها هتكون ايه في كل عمليات الترابط اللي احنا جربناها دي وما تنساش لو عجبك الفيديو اعمل لايك لان لو ما عملتش لايك مش عارف من الفيديو عجبك وبالتأكيد لو مهتم بالتقنية اعمل اشتراك في القناة عشان يزهر لك الفيديوهات اللي جاية بعد كده اللي بتأكيد هنعمل فيها اشكال اكتر بكتير جدا من التعاون بين الاجهزة المختلفة لو الفكرة دي يعني عجبك ممكن تتابعينا على فيسبوك، انستجرام، تيك توك وكل لينكات دي مجولة تحت في الديسكريبشن وكالعادة كان معاكم احمد مدحة تتسنون الفيديو الجاي سلام